زينب لا تزال بانتظار ابنها علي المعتقل في سوريا قبل 28 عاماً كان علي في السادس عشرة من عمره عندما اعتقل في مدينة زحل البقاعية أنا بناشد جميع الناس من المعارضة ومن النظام ومن جميع الأحزاب أنهم يشفقوا على ابني ويردوا لي ويشفقوا علي ما بقى شعني يا رب أنت يا رب ريمو أمضى 14 عاماً في السجون السورية وهو الآن ينشط مطالباً الدولة بتعويد مادي ومعنوي وبالعمل للإفراج عن بقية المعتقلين في سوريا نحن لدينا إحصاءات تقريباً 500-600 يمكن أكثر شوي يمكن أقل شوي تقديره أكثر من شعال موجودين بعضهم هناك بس مين بقدر يطالب؟ مين بقدر يفتح هذا الملف وخسر بالأوضاع هذي اللي هلأ موجودة بسوريا؟ ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا من أبرز الملفات الإنسانية المهملة من قبل الدولة اللبنانية ويحاول منظمو هذه المعارض تذكير المسؤولين اللبنانيين بمسؤولياتهم حيال هؤلاء المواطنين لأن الصور تعبر أكثر من الكلمات أراد منظمو المعارض توجيه نداء للمسؤولين لعدم نسيان هؤلاء المواطنين بدنا أن نظلنا سلطين الضوء على هذا الملف لأنه لم يأخذ حقه لأنه شوي شوي يتعطم على زيادة لصراعات أقليمية ومتعددة وسياسية بس هؤلاء الناس موجودين هؤلاء رماعة لبنانية موجودين بمعتقلات غير لبنانية بغض النظر عن شو كانت فنحن واجبنا الوطني والإنساني بس أن نطالب فيهم 164 صورة أغلبهم أفرج عنهم والبقية بانتظار من يسأل ويطالب بالكشف عن مصيرهم لاريساونسكاينيوز عربية بيروت